السلام عليكم مشاهدين الكرام في برنامجكم قصة قصة قصتنا اليوم عودها لينا واحد سيد ما بغاش يقول لينا اسميتو ولا حتى المدينة فين هو ساكن كان مبلي بالذهب والكنوز وكانت ستا على شي حاجة اسمتها دك الحضرة اللولي اللي قدام بيزنطيين والرومانيين وقال لينا مني كان صغير كان كيحلمش نهاريات يلقى شي كنز يكون كبير فيه المرجان وفيه اللؤلؤ وفيه الكريستال وفيه الويز وفيه الدهب وفيه الماء الكتير وكان كيسمع شي خرافات وخزعبيلات قال لك بأن هذ بريز هادو تكونوا فيهم واحد عساسها واهرين اللي جا تمه يما قال لك يعوجو يما يتستق يما يموت يما يشيرو عليه بالحجر ولا بد قال لك ما كيسمعوش اصوات في ش شكل غريبة عليهم هاد سيد هادا؟ قال لي نا بأنه مشا عند مون الارض هو واحد رباعة ديالسحابه واحد طموبيل مشاو عندو في صباح بكري باش ياخدو من عندو واحد المعلومات على البلاصة فين غادي يمشيو ذاك الشي لي كان مشاو عندو مون الارض استقبلهم مزيان جاب ليهم اتاي جاب ليهم سمن معمر جاب ليهم الحلواء ابقاو كي يديو كي يجبوو في الهاضراء والسيد عاود لينا بأن هاد مون الارض هادا؟ وقال لينا هو وخاقاك هو رجل طيب لداخل ديالو ما فيه لا حقت ولا خبز لان هو هاد سيد هادا حيث شعر ديالو شاب كان سامع بأنه تم اشارات كان رموز كان تم علامات كان تم وحد الرقم كدروا راسو به رقم حداش وكينا قطبان فيها بزاب ديال الاشكال والانواع قال لينا وحل السخرة فيها علامة ديال البطة بركة على بيت المايا هالسيد هادا؟ قال مون الارض بأن ما هو شرى واحد الجهاز هالجهاز هادا ما يشتري غير شكون وشكون بواحد تامان اللي هو طالع بزاف وقال لينا كدر منه غير ثلاثة في العالم كامل سافي صنع واحد العاليم وهد العاليم هادا غبروه مسحوا لي الاثر دياله سافي واتتافقوا على وحد لقيته بأنه غادي يجيو ويشوفوا البلاسة وفي نفس الوقت بدوا في الحفير ديالهم ما علينا قال لينا ديال السيمانة عايت الوحد جمع اخرى من أسحابه ولو جوشتوا موبيلات اللي غادين هادا المرة ممشوا ادووا معاهم والارض ووراهم البلاسة عرفتين منيبالي ذاك الجبل قال لينا وشجر قال ليك تماكي الجر ديال الخروب والورق مدلين وعطار بالفرحة واو هالإشارات هالرموز قال ليك هالشي اللي شفت عمرني ما كنت انا كنت توقع في حياتي نشوفه هو فرحان هو مقدات وفرحة سافي هم غادين يبدوا وعيد صاحبو قال لي يلا بدوا جيب لي معك ذاك الجهازة جيبوا لي من الطموبيل كنت توقع معاهم ما كنت تفرخ معاهم نهائيا ثموا غادين مشاو صخرة الأولى عرفتين ويلا فرحة كثيرة هبنت لديك الإشارة فيها البطة كينة تم لباركة على البيض حطوا لك الجهاز سما شوية قال ليك هالجهاز هذا وهو يعطي الإشارة دياله عجبوا الحال قالوا مزيان دابا هنا هذي القوة الدهب ثم غادين على ثاني خطوة أخرى لقوة الصخرة الصخرة اللي فيها هذا الرقم 11 اللي الرأس دياله داره بغي يفهم ما كان هنا اصحابو عاونو الشوية حيث مرة مرة كتاونوا معاه هم هذ مرة لحطوا الجهاز نفس العاملية قل لك الجهاز أعطى الإشارة الإشارة يدير 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 فهموها قل لك الفرحة بانت علي وشو هم كحلو أنا غتكون شي حاجة كتار من الصخرة اللولة ما عليناش عاول لينا زادوا بواحد خطوات غادين 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 وما يوقفوا واحد الصخرة قل لك واحد الحفرة هذي الحفرة قل لك فيها شوية طالع بزاف وقل لك ريحته خانزة بزاف هذي حفرة غادين غادين ومعاه هذ مول لرد شوية ويبليهم النمال بيض طالع بزاف وقل لك ريحته خانزة بزاف غادل عادتك الريحة مول لرد ويتشدو الدوخة في راسه وصافي طاح اللرد شدوه ويهزوه في طامبالة تاجهم والدول داره ورشوا عليه بالماء وبقى وحده احتفق ولا شوية لباس قالوا لي سافي أرك لباس عليك ما كي ليش ندوك الطبيب هو يقول لي انا را كيتل علي التنسيو مرة مرة وفي نص الوقت هذا المولارد خيف قال لي لا كورا هذو كالجنون بداروا فيها هذ القضية هذي حيث بك تخيلوا ليش يحويش مكيناش قلوا مصافي غير سيرو خلوا لي انا رتح تا هوا ما هوكك قلوا يرتاح انتا خامشوا حنايا نكملوا على المسألة ديارتنا خرجوا خلوا قو غادين وميبشوا الحفرة بغوا يشوفوا اشكال بشكملوا خدمة ديارتهم لانهم هما بغى عندهم غالب دوي الحثرفات في الحفرة امشوا ميبليهم من ما بقاش غير شي حاجة قليلة اللي بقاش فرحوا اعجبهم الحال سافي جابوا الجهاز حطوا اختمعي احد الحفرة من يحطوا ذاك الجهاز ووالو قال لك ووالو ما بغىش يدير الاشارة ديالو ولا شك يشوفش ما فهموا موالو كيشوفوا في الجهاز باش يعطيه الإشارة موالو ما بغاش يعطيها واحد فيهم يقول لي هم واقي لا الجهاز خسر قال لي هم السيد اللي عاولين القصة ما يمكنش يكون خاسر وهو بقي جديد ساف 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 قال لي هم الاخر وغير زقاو هذا ما غادي يكون غير هادوك العساسة ديالجنون هم واحد يخدم لما يخدم لما يخدم لما ينصلوا لهذا البلاثة حيث هنا عندنا الغارات بزاف هذه البلاثة حفرة حيث سهل علينا هنا نحفره ونجف ضد صندوقه ديالهم وما ما تسوقوش سافي الاخر قال لي سافي يلا اعطينا الفاس خلينا نحفره هنا هز الفاس بدك يحفر ووالو وعثت لي ايدي اخداء الفاس واحد اخر حتى هو هز الفاس اه ضررته ايدي ووالو ما قدرش يحفر نهائيا سافي كلهم حسوا بان الجسد ديالهم تقيل عليهم توحد فيهم ما قادر يتحرك ثم بالزعف والسيد اللي عود لنا القصة فهم بان خصهم يحبسوا لهذا الحفير هذا لان بدك يسمع اصوات بدك يتخيل ما كيهناش ويقول لهم سافي مني درتنا صحتنا خصنا نحفص الحفير وعود لنا السيد بان واحد فيهم بدت يغوت والله والله وش هات الشي وانا معولها الكنز والله ماشي منيش الحال بدك الغوات دياله صافي قال لك العقل دياله ومشى واحد بالفقصة مات حتى قال لنا السيد هذا عايت على اللامبيرونس وولت عندهم مأساس في هذه الحفرة هذه والعبرة اللي غد يخرجوا منها من هذه القصة هذه هو ان الانسان يخدم بدراعه ما يبقاش يقلب على الكنز متسبعينا الأوفياء لما تم وعندوا شي قصة بغير عودة لنا يتصل بنا عبر الرقم لغير يظهر لها على الشاشة التقي بكم مشاهدينا في حلقتين أخرى عبر موقعكم الإلكتروني السفير 24